أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم وليوسنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذذكرتم بل أنتم قوم مصرفون واجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وليا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل صابق النهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات رب إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعب من لو يشاء الله أطعمك إن أنتم إلا في ظلل مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صدقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مربدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وللما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تدفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردلون ومن نعمر من الكسف في الخلية فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لهم إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ينونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذلل لها لنا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وللن فيها منافع ومشارب أفلا يشكلون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسررون وما يولدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وإرامين قل يحنيها الذي أعاشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فاصدح على الذي بيده من نقوت كل شيء وإليه ترجعون سدق الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم يا الله الرحمن الرحيم يا قرير قلام عجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما يا الله ہم سب کی خطائم عام فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیات سے محبوظ فرما مولا قریب جل لوگوں کے رشتے نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جید قید ہیں مولا کریم ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں مقبول فرما دعائیں مقبول فرما يا الله میرے دادا مرکوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت کے ست کہہ مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما یا اللہ جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسی دعا بس سنی ہے مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کارگار میں دکان میں مقام میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا دعا قبول فرما اللہ تقبل بلنا انکا انتا السمی والعیم وتبع علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه والمور ارشیه مولانا محمد وعلا آبه وعلا شحابه اتبعین رحمتك يا رحم الرحیم لا اله الا اللہ محمد ورسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم